بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طيب كنا نجيب الأسئلة فوصلنا إلى هذا السؤال أعاني منذ أربع سنوات من اكتئاب ظننته عرضياً وسأشفى منه ليتم تشخيصي فيما بعد بالطرابة لنعي القطوب حقيقة لست مقتنعة جداً بالتشخيص فحالات الاكتئاب لديك كثيرة جداً ولا ألاحظ فترة زهو يعني إما اكتئاب أو استقرار نسبي كيف يمكن التأكد هل أراجع طبيب آخر فالإجابة هنا من عدة وجوه حالات ثناء القطوب، اضطرابات ثناء القطوب في كثير منها أصلاً تكون غالب الحالة هي حالات كآبة وليست حالات زهو أو شبه الزهو ولكن يجب على الأقل أن يكون هناك حالة زهو أو شبه زهو الهايبومينيا نسميها اللي هي درجة أقل من الزهو لكي نقول أن هذه حالة ثناء قطوب لكن غالب وقت الإنسان اللي عنده ثناء قطوب لا يكون مزاجه عالي بالعكس يكون مكتئب والاكتئاب عند هؤلاء يكون أشد حتى فهذا إذن لا أنه مجرد في حالات اكتئاب مستمرة ومتكررة وهكذا فهذا لا ينفي ثناء القطوب إذن هنا الحاجة الأساسية لسؤال الطبيب أنه السؤال الطبيب الذي شخص هذه الحالة لما شخصت الحالة ثناء قطوب ما الذي جعلك تفكر في حالة ثناء قطوب فقد تكون حالة شبه زهو ليس بالضروري زهو مزاج عالي جدا لا يكفي حالة الشبه الزهو أو الهايبومينيا التي يكون فيها الإنسان مزاجه مرتفع نوعما عنده نشاط يتكلم بسرعة يصرف الأموال بشكل زيادة يكون عنده حتى نشاط زائد يعني أحيانا يكون إيجابي ويعني يفرح الآخرين وبالنسبة له ينتج وينجز وهكذا فهذا قد يكفي للتشخيص هل هذا يمنع مراجع الطبيب آخر؟ لا يمنع ما في مشكلة والأصل أنه ما في طبيبي بيزعل يعني أنا شخصيا إذا كان عندي مريض عنده هذه الاستفسارات ويريد أن يراجع طبيبا آخر يقول أنا أريد أن أذهب إلى طبيب آخر أحكي له تمام إذا أحببت هذا لا بأس طبعا لكن مهم الاستمرار استمرار الرعاية استمرار الرعاية سواء بديك تستمر معي بعدين بديك تستمر مع الشخص أن أنت حر وهكذا مسألة أيضا اللي هي لما نحكي أنه أربع سنوات من الاكتئاب فعادة الاكتئاب إذا كان مستمر لمدة طويلة بدون انقطاع هذا نسميه الطراب الاكتئاب المستمر أو خاصة إذا كان أقل درجة من الاكتئاب يعني لا يصل معايير الاكتئاب لكن النقاش الأساسي هنا هل هو اضطراب اكتئابي أم بالضراب سنائي قطبي طيب ننتقل إلى استشارة تفصيلية المشكلة الرئيسية كما توصف هنا على أي مشكلة صغيرة أحزم بشدة وأشعر بقاهر شديد وأفقد أعصابي وأحيانا نضيق نفسي وتجهد عيناي ويصعب علي الكلام في وقت هذه الخنقة طيب نرجع على القصة أنثى 28 سنة متزوجة درست إشياء في الكمبيوتر ولا تدرس من الأردن هل هناك أي أمراض نفسية مشخصة سابقا لا أمراض طبيعة مشخصة سابقا لا ما هي الأدوية التي تستخدمها وما هي جرعاتها ما فيه أدوية طيب المشكلة الرئيسية كما قلنا طيب متى بدأت المشكلة؟ المشكلة بدأت بعد كثرة المشاكل مع زوجي وأصبح يمنعني من التحدث ويتحدث هو فقط طيب ما الذي يحصل؟ أعاني مع زوجي أنه إذا غضب سواء على خطأ مني أو بدون يغضب بشدة يلومني ينتقدني يلوم فهمي وعقلي وتديني ويتهمني بأنني لست زوجة صالحة وأنني أعصيه وأنني لا أصلح للزواج على خلافة تكون عادة على احتياجات لي مثل الذهاب لطبيبة شراء لباس ساتر أو شراء دواء أو أطلب أن يخرجنا من البيت وهكذا يخبرنا أن محاولة مناقشتي له بعد أن يقول لا هي استرجال مني وعدم احترام له مع الوقت صرت أحزن وعصبية وقهر ولا أستطيع الدفاع عن نفسي إلا بالتعصيب وأشعر بأن نفسي انقطع فلا يخرج صوتي وتجحض عيناي ولا أكون على طبيعتي هذا ليس كل شيء فقط خانني بالتحدث مع النساء هجرني في الفراش لمدة تزيد على شهر وأكثر بدون خطأ مني يدخل معي بصراع إذا أريد اختيار ملابسي ويعتبر أن من حقه هو أن يختارها ولا حق لي بهذا ويعتبر أن قص شعري أو صباغته ليس من حقي وإنما من حقه بحملي في طفل الثاني كان يصرخ ويغضب في كل موعد لي عند الطبيبة لم يكن يسمح لي بالذهاب على كل مواعد لا يشتري لي كل الأدوية ويغضب ويتمنن بما يشتريه لي شخصية ضعيفة يتصرف بوفق ما تظنه أمه صحيحا يحرمني من الزيارات العائلية عند أقاربي إلا في حالة سداد لا أدري بمعنى هذا ويستمر صراخه وحديثه لعدة ساعات ربما يوم كامل ليأخذ استراحات ويعود لمتابعة صراخه ونقده ويدعي علي ويسبني ويحاول ضربي لكني منعته وتصديت له في كل مرة حاول ضربي بها إذا معي مصاري يمنعني من إنفاقها أو يجب أن يوافق أو لا يوافق على كيفية إنفاقها لي طيب أتيحت لي فرصة دراسة ماجستير وحرمني منها يمنعني من الذهاب لرؤية صديقاتي هو لا يصلي ويتمنن علي بأنه يسمح لي بالذهاب عند أهلي مع أنه لا يسمح لي بهذا دائما ما أحاول معرفته هل غضبي وشعوري بالحزن مباشرة والغضب والشعور بالقهر عند أتفه مشكلة واكتئاب وما الحل مع هذا الزوج مع العلم أن أقل القليل فادني طيب أنا الذي أقرأ في هذه الحالة باختصار أن هناك مشكلة زوجية وواضح جدا هي المؤثرة على الحالة المزاجية قد يكون نعم هناك يعني هذا لم يظهر في القصة لكن قد يكون الأمر سابق يعني هناك أصلا أعراض اكتئاب أو حزن قبل ذلك وزادت مع المشكلة الزوجية لكن هنا نتكلم عن مشكلة زوجية تحتاج أن تعامل كمشكلة زوجية والمشكلات الزوجية لا يمكن معالجتها هكذا من طرف واحد عادة يعني نحتاج تفصيلات وأسئلة لأن المعذر أن أفهم أن هذه الحالة يعني صاحبة السؤال أعانكم والله الموضوع ليس سهل لكن هذه القصة من طرف واحد ومن ثم عادة قصص الزواج يذكر فيها المشكلات لا يذكر فيها الحسنات لا يذكر فيها الأشياء الجيدة لا يذكر فيها الأخطاء الشخص الذي يشكو حاليا فأنا لا ألوم حاليا أنا أقول أن الأمر يحتاج تفصيل الأمر يحتاج تفصيل ويحتاج سماع القصة من الطرفين اللي يفهم ما هي القصة وإن كان أنا عندي مثلا موضوع عدم الصلاة يعني فكرة أن زوج لا يصلي وأصلا كيف يتزوج من إنسان لا يصلي أصلا هذه قصة أخرى لكن خاصة إذا كان يعنيكي موضوع الدين وكذا وهذا الذي فهمته من الحكاية وعندك بعض السلوكيات التي تزعجك منه مثل التحدث مع النساء ولكن أنا ليست هذه القصة بقدر ما هي الصلاة وإن كان تلك القصة المتعلقة التحدث مع النساء هجران الفراش كل هذه تجعلني أنا أفكر فيه لأسميها اسم عام خلينا أحكي مشاكل للتواصل بين الزوجين لكن الأمر هو أشمل من هيك أنا أحكي عن طبيعة شخصيتك وطبيعة شخصيته لأني أقرأ فيه القصة شخصية كمالية أتكلم عن صاحبة السؤال والزوج عنده مشكلات التعامل مع هذه الشخصية وقد يكون لديه مشكلة الشخصية الأخرى وعدم فهم أصلا لمنظومة الزواج والهدف من الزواج والعلاقة بين الزوجين الحقوق والواجبات كلها مضروبة بخلاط ما معناها أن الأمر أبدا يعني لا أمل منه لكن أقول أن الأمر بيحتاج استشارة زوجية أو سرية يعني تكون فيها التفصيل أما إجابة على السؤال هل هذا ممكن يكون أعراض اكتئاب؟ نعم أعراض اكتئاب أعراض اكتئاب ليس بضرورة أنه شخص اكتئاب جسيم اللي هو الطلاب الاكتئاب اللي بيحتاجها أدوية قد يكون إحنا شيء نسميه الطلاب التكيف مع أعراض الاكتئاب اسمه اضطراب تكيف بأعراض اكتئاب التكيف اللي هو الادجست من دسوردر اضطراب يكون مع الضغوط النفسية وهكذا فقد يكون فنعم الاكتئاب يجعل الإنسان وأعراض الاكتئاب بشكل عم تجعل الإنسان أكثر أكثر غضباً أكثر استفزازاً شعور بالحزن طبعاً يعني هكذا الانفعال السريع وهكذا والشعور بالقهر والغضب عندها أدفى مشكلة ثم بعد ذلك تأتي حتى الانفعالات الجسدية فكرة إنها تشعر بالعجز عندما يحصل مثل هذا الأمر ولا تستطيع التجاوب معه حتى لا تستطيع الكلام وهكذا هذا بيدخل فيه وبيدخل فيه أعراض القلق بالمناسبة زي السيلكتف الميوتزم طيب تمام إذن اللي وصلنا إلي إنه هذه الحالة تحتاج إلى تفصيل أكثر واستشارة زوجية قد تكون استشارة زوجية ونفسية مع بعض يعني بحيث إنه إذا كان فيه مشكلات نفسية مثل اكتئاب أو قلق أو كذا يحتاج معالجة يعالج تقييم حتى لموضوع الشخصية إذا كان هناك شخصية وسواسية شخصية كمالية يعني تحتاج معالجة نعم لكن الاستشارة الزوجية ليحتاج أن تسمع القصة بكاملها وأفضل إذا كانت من الطرفين لتتم معالجة الأمر بالشكل المناسب ويتم اتخاذ قرار جيد بناء على هذا بدون زيادة المشاكل وتعميقها يعني طيب في سؤال عام ولكن هذا ما إلو علاقة بالقصة بس لعلو متعلق بما يعني احنا بنحكي عنه كطب نفسي بشكل عام سؤالي عن زيارة عيادات الطب النفسي من يعتمدون لعلاج الدوائي فقط اجتماعيا يوجد رهبة كبيرة وخوف من هذا لأن المعروف بين الناس أن الأمراض النفسية ليس لها علاج والأدوية هي مهدئات هل هذا صحيح؟ وما سبب تشكل الصورة لدى عامة الناس وهل صحيح أن الطب في الأردن ضعيف سواء قطاع حكومي أو خاص؟ طيب فكرة أنه الإلاج الدوائي هي مهدئات وحتى بعض الناس أنها تسبب الإدمان وكذا هذا كلام فارغ كلام فارغ المهدئات تستخدم بشكل محدد جدا ومؤقت وليست أشياء نفضلها أن يستمر عليه الإنسان فلا أدويتنا مش مهدئات أدويتنا تعالج المشكلة يعني تعالج مثلا الاكتئاب وأعراض الحزن وكذا تعالجها القلق تعالج وهكذا لكن ما سبب تشكل هذه الصورة لدى عامة الناس؟ زي أي إشاعات عند الناس يعني الناس تحب السوليف الماء لها ضعامة والتي تبرر لنفسها أن لا تتحمل مسؤولية نفسها وفي ناس حملوا هذا الشعر مش بس في بلادنا يعني هذا في العالم ككل في ناس يعادون الطب النفسي لعدة اعتبارات وكثير منهم وأحيانا بيكونوا هم نفسهم بيحتاجوا علاج يعني يعني فعليا أنا رأيت من من الذين يحملون آم لواء آم معادات الطب النفسي والأدوية كذا يكون هو مريض في حالة انتكاسة خاصة وهو في حالة انتكاسة يكون مثلا مريض هناك قطب داخل في حالة اكتئاب مختلط بعرض بمينيا ميكست ستيت حل ما نسميه وبيبدأ يسوي فيديوهات على اليوتيوب وبيبدأ كذا والأدوية وشركات الإعلام والقنوات والصحف واليوتيوب حتى القنوات التليزيونية بتكيف على هاي شغلات بيجيبوا بيسويوا لقاء معها آه وكنت أروح على الأطباء وما يسمعوني وكنت يعطوني أدوية تجعلني مشلول ولا أتحرك يعني بيسويوا دراما من الموضوع ولذلك أنا أنا كأني بتذكر علقت على على فيديو الجزيرة الجزيرة مرة عملت حلقة عن الأردن ما صلها زمان قبل شهر جزئوي جزئيك وعلقت عليه غلما نداري ما بعرف ليش ما نشرت الفيديو لكن فكرة إنه بيجيبوا بيجيبوا حدا إنه وبيظل يأخذ منها الأدوية وبيعطوه أدوية متعددة والمضاعفات طب ما يعني ما احنا فهمين يعني إحنا نحكي لكم عن المضاعفات الجانبية وما منعطي دواء إلا بيكون فيها حاجة يعني هكذا يعني فأني هاي عدة أسباب تجعل الموضوع عند الناس ينتجر بهذه الطريقة الخاطئة هل صحيح أن الطب النفسي في الأردن ضعيف سواء القضاء الحكومي أو الخاص يعني أنا ما بعرف أقارنه في غيره لكن المشكلة الواضحة عدم خاصة في القطاع العام عدم وجود الفريق التكاملي اللي هو فكرة تكون فيه طبيب نفسي معالج نفسي مستشار أسري كذا 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 هذه الفكرة مش موجودة في القطاع العام القطاع العام وهذا شيء جيد في الأردن بالمناسبة إنه فيه قطاع عام ومجاني لكل مواطن أردني كل وبيني أدم حتى لو ما كان عنده تأمين صحي يعتبر مؤمن في وزارة الصحة في الطب النفسي وحتى غير الأردنيين ترى في الجمعيات وفي عيادات مختلفة فموجود الطب النفسي لكن المشكلة في المجالات المختلفة لحول الطب النفسي التي لا يوجد لها أفريقا حقيقية أو على الأقل كما ينبغي فيه في القطاع الخاص بيشتغلوا هيك شغل لكن كما ينبغي هيك كلمة كبيرة هكذا يعني باختصار طيب خليني أروح لسؤال بل كيلو علاقة أكثر بهم الاكتئاب ما الفرق بين الاكتئاب والكآبة وهل الاكتئاب مرض مزمن ولا يمكن شفاءه؟ يعني الاكتئاب أو الكآبة هي كلها ترجمة للنفس الشيء اللي هو الدبريشن أما التسميات الرسمية هو اسمه اضطراب الاكتئاب الجسيم وهكذا وهناك عدة اضطرابات اضطراب الاكتئاب المستمر اضطراب الاكتئاب الجسيم اضطراب تعكل مزاج ما قبل دورة الحيض اضطراب تقلب المزاج التخريبي اضطراب اضطرابات اضطرابات اكتئابية هل هي اضطرابات مزمنة لا يمكن شفاءها؟ بحسب الحال هناك حالات تكون مرة واحدة هناك حالات تكون متكررة منها ما يكون متكرر ويسوء مع الوقت منها ما يكون متكرر ومع الالاج يتحسن وهكذا يعني بحسب الحالة فليس ليست يعني لا يوجد اجابة محددة اذا هذا يحتاج تقييم الشخص المعين وحتى التقييم قد لا يظهر فيه في البداية يعني انا عندي اكتئاب رحت على طبيب الطبيب شخصني فلا استطيع اني لا يستطيع ان يجيبني اجابة مئة بالمئة انه تمام هل هذا عندي سيبقى طول الحياة؟ لا يستطيع ان يجيب يعني ليس عنده المعرفة هذا غيب لكن ما يستطيع ان يقوله انه كثير من الحالات نعم يتكرر لديهم الاكتئاب لكن انت بما انه اول مرة يحصل معك الاكتئاب ففرصة انه ما يتكرر معك الاكتئاب ان شاء الله فرصة كبيرة لكن اذا حصل معي الاكتئاب اكثر من مرة وذهبت الى الطبيب وسألته نفس السؤال سيقول لي يعني ان شاء الله خير احنا بدنا نشوف لكن فرصة انه يتكرر لديك الاكتئاب وانت انسان حصل معك الاكتئاب سابقا لا فرصة كبيرة فهكذا يعني هو بيفرق بحسب الحال وبيفرق في امور مختلفة طيب الان في قصة المشكلة الرئيسية بس المشكلة الرئيسية مكتوبة بتفصيل الاثار الجانبية للادوية صعبة طيب بس خليني احكي اول شيء شو الذكر عمره 22 سنة غير متزوج من الاردن في مجالات الصيدلة وكذا تمام هل هناك تشخيص؟ التشخيص هو ثنائي قطب وذهان هذا بيحتاج اصلا نفهم ايش يعني ثنائي قطب وذهان هو ثنائي القطب يحصل في حالة ذهانية فهم ايش التشخيص بالضبط لكن خلينا نشوف من الذي يشخص طبيب نفسي يأخذ عدة ادوية منها الامسل برايد امسل برايد هذا مضاد ذخاني الام بيأخذ الابكتال وبيأخذ الازيرو وبيأخذ ابراكل عشر ايام اضافة لادوية اخذها ولم تحل المشكلة فرفعوها عنه مثل الكيمدرين اللي هو بروسايكليدين والانديكاردين هذا البروبرانولول وكما زادوا بعدها السيبرامين ولم ينفعه فرفعوه عنه بقي حاليا على الابراه وثلاثة الادوية الاولى فحاليا بيأخذ ابراه على الغالي بتكون انتي سايكوتيك ثلاثة الادوية الاولى انه انتي سايكوتيك مود ستابيلايزر والله ما بعرف انه شو الثلاثة هي الاسماء التجارية لكن يبدو انه برضو انها المود ستابيلايزر طيب ما المشكلة الرئيسية انه الاثار الجانبية للادوية صعبة وخاصة انه ما زال يفضل العزلة وفقط طبعا يبدو انه السائر ليس هو صاحب القصة تمام فالاثار الجانبية للادوية صعبة وخاصة انه ما زال يفضل العزلة وفقط يفكر بشهوته وما سعد سريما مشاهدة الافلام الاباحية يدخن بشراها خاصة انه فترة مرضه تناول مخدرات هو عاد لوعيه الان لكنه بعيد عن طريق الله وعصاب مجدودة ويتأرجح وهو واقف زادوا له الادوية التوتر لم تنفعه بحاجة لاعادة تأهيل نفسي وتعميق صلته بالله من اشخاص دعاء اذكيا في الاقناع قادرون على التعامل مع حالته لاني انظر واتألم اشعر ان هناك حلقة مفقودة بالعلاج وهي الجانب الروحي العقدي اضافة للسبب المادي الادوية والتي هي ضرورية لاستقرار الحالة طيب متى مدأت المشكلة؟ من سنتين ونصف ازدادت سوء باخر سنة ادخل المستشفى شهر حتى اكتشفوا ان الطراب مزاج تناول قطب غيروا جميع الادوية وبعدها عاد له وعيه المشكلة انه يستغل مرضه ويتبع هوا نفسه وبعيد عن العبادة والمعالج السلوكي المعالج السلوكي لا يدعوه للالتزام بصلاة او عبادة وكلما ذكرته قالوا لي بتشد عليه وتركي هو مريض واذا صلى تكون قدمه معلقة بالهواء تقصد بالسجود يعني واذا ذكرته بان ذلك موضوع السجود يعاند اكثر بحيث لا اعلم ما الصواب في التعامل معه ليش ما يكون في فرق متطوعة او باجر زهيد مدربين للتعامل مع المرضى بعد استقرار حالتهم بدل الصراع والعناد الذي اعانيه مع ولدي ولما لا تطوع الحالات التي شفيت لبث الامل والمساندة مع مثل حالة ولدي فيبدو ان اب او ام يشكو بسبب حالة الابن اللي يعاني يبدو من طراب ثنائي القطب طراب ثنائي القطب يأخذ له عدة ادوية الادوية هذه لها مضاعفات جانبية وهي مسألة من المهمة التنبيه عليها انه كثير من الحالات حالات خاصة تنائي قطب حالات تسكيزوفرينية تنائي قطب افضل حالا يعني اللي بيحصل عندهم انهم يتحسنون مع العلاج يتتحسن الاعراض مع العلاج لكن الفانكشناليتي اللي هي الفاعلية في الحياة حتى في العمل يعني اهتمام الوالد او الوالدة هنا مهم جدا في موضوع الدين والعقيدة وكذا مهم اساسي لكن حتى في السياق الرأس مالي الذي يهتم في موضوع العمل والاكاديميا وكذا فان كثير من هؤلاء المرضى فعلا حتى يبقى تمام يتخلص من الاعراض المزعجة والمعيقة واللي بتسوي مشاكل لكنه يبقى بعيد عن الانجاز والعمل وهنا يأتي فكرة اهمية دور لا اقول هو بس المعالج للمعرف السلوكي لا هو بيكون فيه social workers بيكون فيه فريق فعليا كما ذكر هنا في السؤال انه ليش ما يكون فيه فريق نعم بيحتاج فريق للرعاية اللي هو بيكون فيه تثقيف للأهل بيكون فيه متابعة بيكون فيه نوع من الصحبة الصالحة التي تنشأ نوع من الـ group therapy حتى ممكن يصير وهكذا فهذا مطلوب ومش شيء سهل ونعم الملاحظة التي ذكروها انه لا نشد عليه جيدة بس مش معناها ابدا بدون اي ضوابط مش معناها بدون ما يتحمل اي مسئولية لانه بالعكس هو كل ما رجع الى حياته بشكل اسرع كل ما كانت امره افضل لكن برضو هذا يقرر بحسب الحالة وبحسب التحسن لحدوين وهكذا اما المضاعفات الجانبية فيتم نقاشها اولا باول مع الطبيب بحيث انه تعالج هذه المضاعفات الجانبية بحسبه هو تعطى الادوية التي يتحمل المضاعفات الجانبية او يمكن معالجة المضاعفات الجانبية بشكل جيد فما في اجابة نهائية لمثل هذا السؤال لكن ليفهم امر انه يعني لعله هذا يسقل علينا نحن لنفهم مسئوليتنا تجاه انه نعم الناس بحاجة الناس بحاجة لمثل هذا لمثل انه انشاء افريقا ولكن المعضل في السؤال وهذه مسألة اخرى انه ليش ما يكون في فرق متطوعة ما هو ما بيزبط يكون في فرق بروفيشنال ومتطوعة يعني ان شاء الله يكون فيه بس الناس اللي بدها تشتغل بدها تشتغل بفلوس او باجر زهيد ما هو ما هو الناس اللي بدها تشتغل وبدها تحسن في عملها الا اذا كان مرتاح ماتديا واموره تمام في بيت اهله وعنده قصور وانهار واشجار وعايش عند اهله بيقدر يقدم هذه الخدمات للناس بشكل مجاني لكن غير هيك وهم غالب الناس المختصين بيحتاجوا ان يكون هناك شيء باجر ليستطيع ان يستمر والناس ليس عندها القدرة لتغطي هذه التكاليف فالمختصين خلص بيتركوا هذا المجال بيروحوا لمجالات يستطيعون ان يعيشوا من خلالها وهذه معضلة انه بعرف انها معضلة ومشكلة لكن اللي تدركوا ان الموضوع ليس بتلك السهولة ومعالجة الامر لعلها تحتاج فعلا مؤسسات دولة لانه اشي الناس بتدفع لهم الدولة راتب يشتغلوا هذا الشغل وهذا ليس قائم حاليا ومش موجود طيب الى ذلك الحين ماذا علينا ان نفعل استعانى بالله اولا واخرا طبعا ان احنا نسول علينا الاب والام يجب ان لا يذهب نفسه وحسرات على الاخرين يعني بالاخير ليس عليك هداهم حتى ابنائك يعني الواحد يفعل ما يمليه عليه دينه وما تمليه عليه قيمه واخلاقه انه انا مطلوب مني افعل كذا هذا الصواب ثم بعد ذلك الاجر على الله يعني فكرة ان الواحد يجد الاثر كما يريد دائما هذا يتعب يعني هذا يتعب الاب والام في التعامل مع ابنائهم خاصة الذين يعانون من مشكلات نفسية ومشكلات دينية ولا مشكلات اخلاقية فهذا يتعب يتعبكم ويجعل للامر انه لن تستطيعون الاستمرار في هذه الطريقة الا انتم مرهقون يعني متعبون اما اذا كان وبعرف انه الموضوع صعب على كل حال لكن لكن يخفف وطأة الامر انه انا متوكل على الله بسولي علي بالاخير هو انسان بالغ عاقل انا بقدم له العلاج بحاول اجيب له صحبة صالحة بحاول اودي لمعالجين يتقون الله بحاول افعل ما استطيع ثم بعد ذلك الامر الى الله اولا وآشرا ثم يعني الجزء الاجابة متعبة اكثر من انها اجابة مريحة لكن هو هيكل غبا ما هو علاج ما سميته باخر فيديو على القناة على قناة الاكتئاب المود الداخلي فهو مؤلم ولا يظهر خارجيا انا ما بذكر انه في اشي حكيت بهذه الطريقة لكن هو الاكتئاب احد اغراض الاكتئاب انه يكون فيه انه داخليا انا اشعر بالتعب ولا احد قد يدرك انه عندي اشكال علاجه كما هو علاج الاكتئاب كما هو علاج الاكتئاب بتفاصيله المختلفة وهذا سيكون ان شاء الله له مادة مستقلة بذاته لكن هنا من المهم ان اؤكد انه يا جماعة الخير الاكتئاب ليس مجرد الشعور بالحزن وليس احتهو الحزن الشديد جدا هذا احد اعراض الاكتئاب الاكتئاب فيه اعراض متعلقة بالحال المزاجية أعراض متعلقة بطريقة التفكير مثل طريقة التفكير السوداوية لوم النفس شعور بالذنب زاد عن اللزوم حتى أحيانا لوم الآخرين زيادة عن اللزوم أحيانا لوم القدر أحيانا الأفكار العدمية والعبثية ففي تغير في الأفكار وهناك أيضا تغير في السلوكيات مثل فقدان شهية للأكل وعدم الأكل نفس الشيء بالنسبة للنشاط العام في أعراض جسدية مثل أني أشعر أنه لا طاقة لي في جسمي ممكن أشعر أنه لا أركز وهكذا يعني الموضوع فيه تفصيل السلام عليكم ورحمة الله طيب دكتور من فضلكم كيف يتم علاج الشروط الذهني هل هو عرض لمرض نفسي ألم أنه يزداد حدة خاصة عندما يكون موقف حساس مثلا مع شخص ذو أهمية أو مجلس عام يعني هذا الشروط بعد اللقاء مباشرة وهذا ما يؤثر جدا على التركيز في الدراسة مثلا أو إنتاجيات الأعمال الأخرى والفاعلية فيها من كثرة التفكير في ذلك الموقف السابق وتكرار الحدث بتفاصيله مرارا لمدة قد تصل لثلاثة أيام الإجابة باختصار الشروط الذهنية وعدم التركيز هذا عرض لأشياء كثيرة جدا قد يكون عرض لأشياء نفسية وقد يكون عرض لأشياء حتى جسدية فمن الأشياء الجسدية التي قد تنتج هذا فقر الدم مشاكل الفيتامينات مشاكل الغد الدرقية كثير من المشكلات لكن من المشاكل النفسية الاكتئاب القلق العام القلق الاجتماعي أي نوع من أنواع القلق قد يؤدي إلى الشروط الذهني لكن يبدو من السؤال هنا أننا نتكلم عن حالة قريبة من القلق خاصة القلق الاجتماعي اللي بيكون فيها أنا ينشغل ذهني بالأمور المتعلقة بالآخرين فهنا نتكلم عن شيء كما يسمى بالقلق الاجتماعي للمساعدة في هذا عندي مادة على اليوتيوب بعنوان علاج الانشغال بالآخرين بالفاتحة قد تفيد جداً في هذا السياق وهناك مادة على قناة التيلجرام اللي هي قناة رحلة نفس بعنوان الانشغال بالآخرين تكون عدة صوتيات أظنها مفيدة جداً في شرح الأمر وإعطاء التوصيات لعلاجه الانشغال بالآخرين مواد الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي في موضوع الآخر والانشغال بالآخرين أيضاً مهمة جداً في هذا السياق وقد تفيد فائدة جيدة طيب هناك استشارة تفصيلية نوعاً ما هل الشعور بالوحشة والفراغ رغم الانشغال فجأة وبدون مقدمات أو أسباب هو عرض من أعراض الاكتئاب هذه حالة أنثى 23 سنة غير متزوجة من الأرزن تسأل هذا السؤال وأن المشكلة بدأت من سنتين يحدث من فترة من فترات حياتي قد تستمر من أيام إلى أشهر بأيام متقطعة أن أشعر بالوحشة والغربة والخوف غير المبرر وكأن السعادة اختفت فأشعر بثقل في أداء ما هو مطلوب مني وعدم الرغبة في الجلوس بالبيت وعدم الرغبة أيضاً بالبقاء خارجاً وشعور من التهيج وعدم الاستقرار حتى بالتنفذ ثم يذهب وحده طيب هذه الأعراض قد تكون أعراض ما نسميه نوبة هلع أو نوبة فزع اللي تحصل فزع فجأة لمدة دقائق وخلال ثواني تتحسن هذه الأعراض فهذا قد يحصل ولكن قد تكون شيء آخر شو الشيء الآخر اللي قد يعبر عنه هنا اللي هي الاكتئاب نفسه يعني أعراض الاكتئاب قد تأتي بهذا الشكل اللي هي شعور بالضيق والنكد والتي تأتي وكأنها تغم على القلب وكأنها غمامة سوداء وكأنها غيمة يعني تغطي عليك وثم تذهب فهذا يحصل أيضاً من أعراض الاكتئاب التي تحصل وتحتاج تفصيل هناك عدة مواد نشرناها على قناة اليوتيوب في شرح الاكتئاب وأنواع الاكتئاب المختلفة وستنزل تباعاً خلال الأسابيع القادمة اضطرابات الاكتئاب المختلفة سواء اكتئاب الجسيم تعكر المزاج ما قبل دورة الحيض وطلبات الاكتئاب المختلفة فيمكن مشاهدتها لعرض النفس عليها يعني لمعرفة ذلك ولكن قد يحتاج الأمر استشارة مختص للإجابة الدقيقة يعني للإجابة الدقيقة ولا يمنع هذا حتى قبل استشارة مختص وقبل مراجعة أي أحد مختص إنه الإنسان يساعد نفسه بنفسه من خلال مواد قد تساعد بهذا أولاً نبتعد عن مواد التنمية الحشرية التنمية البشرية اللي هي اللي هي الحكي الفاضي اللي فيه تشجيع على الفاضي اللي فيه تنفخ للبني آدم على الفاضي قانون الجذب قانون الجذب هذه الأشياء نبتعد عنها لكن ننشغل بالأشياء التي فيها الفائدة والمواد اللي فيها التوصيات الحقيقية من ذلك نرجو أن تكون بعض المواد اللي أنا أيضاً نشرتها على اليوتيوب في مادة بعنوان كيف أخرج من الاكتئاب مادة موجزة فيها تطبيقات عملية على هذا هناك مادة أيضاً على اليوتيوب بعنوان علاج الكآبة بالفاتحة ولا يقصد بها الفاتحة يعني أقرأ على راس الفاتحة لا هي في المعاني والأفكار فمهمة جداً كجزء من العلاج المعرفة السلوكي وهناك ورقة على اليوتيوب ورقة PDF على شكل تمرين يعني تمرين برضو من التمرينات العلاج المعرفة السلوكي تحت عنوان معرفة نعم الله عز وجل عليه تساعد في التنشيط السلوكي وتساعد في تغيير الأفكار للشكل الإيجابي خلينا نسألين طيب 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 هناك سؤال عام حول قضية أخرى سؤال جيد يعني لأنه واقعي كيف يمكن لمن هو مصاب بالاكتئاب أن يتزوج ويكون أسره خاصة إذا كانت الفتاة هي المصابة باعتبار أن مسؤولية التربية طيب خاصة باعتبار أن مسؤولية التربية ليتقى على عاتقها بشكل أكبر من الرجل أعلم أن التخوف من الزواج هو من وساوس الشيطان لكن كيف يمكن أن يتخذ الإنسان قرارا عقلانيا لا يتارب به من مسؤولياته ويمنح نفسه واستجابة لرغباته الفطرية ولا يحمل نفسه فوق طاقتها بذات الوقت سؤال يتكرر هذا ولكن الإجابة باختصار وهذا أنا نشرت مادة كاملة متعلقة بالزواج والأمراض النفسية الزواج والأمراض النفسية كان هناك فيديو كان مستقل وبعد ذلك كان هناك فيديو لإجابة الأسئلة حول ذلك فيمكنكم متابعة هذا لكن إجابتي لك أختي ويبدو أنه بنت سائلة السؤال الفكرة أنه أنه إذا كل إنسان عندها اكتئاب صارت تفكر بهذه الطريقة خمس النساء لن يتزوجن فضلا عن الأسباب الأخرى التي ستمنع من الزواج لأن النساء المعرضة للاكتئاب في حياتها واحد من كل خمسة نساء واحد من كل عشر رجال معرض للاكتئاب في حياته فإذا كل إنسان مكتئب بيديو يحكي هذا الكلام ما بيزوط والاكتئاب أيضا لسا نتكلم عن الطلاب الاكتئابي الجسيم لا نتكلم عن طلابات الاكتئاب المختلفة الأخرى فهذا التفكير نوعا ما سوداوي وهو تفكير اكتئابي خلينا أسمي أصلا هذا الاكتئاب الذي يجعلنا نفكر بهذه الطريقة فلا نجعله هو الذي يطغى علينا بالعكس نفكر بموضوع بموضوعية بعيدا عن العناوين الليبلز إنه اكتئاب ما اكتئاب لا انس العنوان اللي هو تمام ما هي الأعراض الموجودة طيب كيف ستؤثر طيب كيف أنا سأحاول علاجها وأشتغل بما هو نافع تمام في أعراض اكتئاب تعب عام يحصل نكد يحصل كذا تمام كيف أعالجه أسعى في علاجه عادي كم أعرف من الناس يصابون باكتئاب وكانوا أزواج وكانوا زوجات وكانوا مدرسين وكانوا آباء رائعين وعادي عادي يعني لا يمنع هذا اللي يمنع بشكل أساسي الكبر في موانع موانع الزواج الأساسية اللي يحكي فيها حتى الدكتور عبد الرحمن ذاك المهمة جدا فيمكنكم رجوع إليها أظن له مادة تحت عنوان على اليوتيوب تحت عنوان زوج في مخيلتي شيء من هذا فيتكلم عن إيش فعلا ممكن تكون موانع اللي من ضمنها هي كافات منها الكبر منها الكسل لكن فرق بين الكسل اللي بيكون بسبب نوعا ما خارج عن إرادتي وأنا أحاول معالجته وغير عن الكسل أنا أستسلم له وأترك نفسي فيه وأصعب منه الكبر الكبر أني أتكبر على مشكلاتي ولا أريد أن أعالجها من ضمن الكبر وأتكبر على مخلوقيتي أني مخلوق أضعف عهد بشر ولكن أعتر بهذه المخلوقية وأتعامل مع الناس بحسبها وأتفهم مخلوقية الآخرين بالعكس هذا يساعد فإذا والاكتئاب درجات ومراتب منه اكتئاب بسيط منه اكتئاب متوسط منه اكتئاب شديد منه اكتئاب يكون بأعراض توترية منه اكتئاب يكون بأعراض سوداوية وكل منه ولكل منها صعوباته ومشكلاته من ضمن الأمور التي بالعادي أنصح بها أنه الواحد على الأقل يعني لما يعرف نفسه الواحد فلما يحصل الزواج أو تحصل فترة الخطوبة أو كذا فبيصير فيه نوع من التعارف اللي من ضمنه أنه آه أن يعرف الطرف المقابل وأنه أنا تأتي يعني كيف أنا بهمني أنه قبل ما أتزوج أنه زوجتي تعرف طباعي بشكل عام فكذلك الأمر لا أقول أنه هذا طبع لكن أن يعرف أنه تمام أنا أحيانا تأتيني فترات أتعب فيها كذا كذا هذا ليس لتأخذه حجة وعذر لكن ليفهم الطرف المقابل ما يحصل ولك لا تلومي نفسك بعد ذلك أنك لماذا لم تقولي للشخص المقابل هذا وتلومي نفسك بشكل زائد عن اللزم وهذا أصلاع من أعراض الكآبة فالموضوع ليس أنه المكتئب لا يستطيع تكوين أسرة لا يستطيع تكوين أسرة ما في مشكلة عادي زي أي بني آدم يستطيع تكوين أسرة ما إلو علاقة ما إلو علاقة طيب هنا سؤال تفصيلي لا أدري إلى إذا رجئ إلى علاقة باكتئاب لا ما لوجه علاقة باكتئاب اللي هو السؤال هل هو اكتئاب وقلق أو وإيدي أجدي شو هو أنثى عمره أربعة عربعين سنة متزوجة إن السعودية تشخيص سابق عندها اكتئاب وقلق من أطباء نفسيين وحصل وعملت عملية قلب مفتوح قبل تسعة أشهر تأخذ البلافيكس الأسبرين وبتأخذ إشياء ثاني مجاني النوم ميلاتونين زينك مجنيسيوم مش عارف إيش طيب مشكلة رئيسية إنها بتتسأل إنه هل هي الأعضاب التي لديها اكتئاب أو قلق طيب مرة أخرى كامل عمر كان كان أربعة عربين طيب متى بدأت المشكلة؟ مشكلة من الزمن ولكن زادت تمام استشارة طويلة ولذلك سأعلق عليها أولا بأول وإحنا ماشيين عندي مشاعر غضب شديدة من الناس اللي حولي وكره للناس اللي ما أعرفهم طيب عندي تجارب لا بأس بها مع الناس في حياتي وصلتني أني لا أثق بصديقات تقريبا لي أكثر من 15 سنة بدون صديقات طيب أنا لحد الآن قبل ما أكمل لكن لحد الآن أنا أقرأ أشياء سيئة يعني المعذرة أنا أقرأ تمام في أعضابك أبا واضحة لكن أنا أقرأ أنه التجارب التي يعني إن شاء الله يكون في تفصيلات لاحقة عن التجارب لكن يبدو أن هذه التجارب ليس التجارب الصحية ليس التجارب الصحية ليس أن الناس عندهم مشكلات لكن يبدو أنك تضعين نفسك مع الناس الغلطين باختصار طيب خليني بشي تقريبا لي أكثر من 15 سنة بدون صديقات عندي تجارب سيئة أيضا مع الأطباء النفسيين تمام خير 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 ولكن دايما أقول أقول هذا مجرد شخص ما رح أعمم لكن للأسف أني تقريبا ما بتوفق بالأخص هنا في السعودية طيب إما دكتور متململ أو متحرش أو متسلط أو جاهل حتى أنه هذه المرة مع كثرة التعب اللي وصلت له والعذاب اللي أعيشه أقول لا أبغي أروح لأطباء نفسيين كرهتهم لكن وصلت لمرحلة شديدة ما نقدر أنام ولا أركز ولا أعطي ولا أتخاصم مع كل اللي حولي وماني طائقة نفسي ولا أحد أعانكم الله هذه أعراضك يا أبا طيب ما عندي غير أصبر نفسي بذكر الله وحتى دا طول حتى دا طول الوقت وساوس تشتغل عليه تشككني بعلاقتي مع ربنا وكيف أني كنت إنسان عاصي لربنا لفترة طويلة تقريبا ثلاثين سنة أهى عمري أربعة عربين الحمد لله عملت قبل ثمان شهور عملية قلب مفتوح عندي قلق شديد من أيام العملية في أول موضوع كنت أفكر أني لأنه وقفت أيام العملية الأدوية النفسية والتدخين تمام وقلت أصبر فترة وبتحسن عشان فترة اللي انقطاع بتكون صعبة دكتور القلب كان يعطيني لمدة شهرين تقريبا دواء يساعد على النوم فكنت أجاهد وأحاول أنه أيامي تعدي بالطول وبالعرض لكن أنا الآن ثمان شهور وأنا التوتر قاتلني عدم نوم بأخل بس ميلاتونين ما بساعد كثير ما أحس أن أقدر أنام أنا مرتاحة نومي خفيف طول اليوم الأفكار في راسي متزاحمة أحاول أشتغل بالبيت عشان ما أفكر لكن وقت النوم سرعة الأفكار ترجم علي وما تخليني أنام ولو نمتي كون النوم خفيف وصعب أرجع أنام طب للآن نحن نتكلم عن أنه نعم أكيد فيه أعراض كآبة وهو تدخل فيها أيضا أعراض القلق ولعله يكون طبعا المواد المختلفة والأدوية المختلفة بتسختمها لها دور ولكن مش معناها ما فيه علاج تمام مش معناها ما فيه علاج ودعيني أستبقي الأمور الآن وأقول أنه أنا أشك أنه كان فيه محاولات علاجية كاملة فإن كان شكي صادق لهو أنه ما كان فيه محاولات علاجية كاملة شو يعني محاولة علاجية كاملة؟ لأنني أروح مع طبيب وأستمر معه أستمر وأسمع الكلام وأخذ العلاج بالشكل مستمر ثم إذا حصل مضاعفات أرجع للطبيب وأسأله تمام حصل معي كذا إيش أعمل فيغير الدواء وهكذا فهذه محاولة كاملة أما مجرد أن أذهب للطبيب يعطيني أدوية شوي ما يزبط معي بعدين أروح للطبيب ثاني هكذا هذه ليست محاولات كاملة فالمعذرة على الشدة في كلامي لكن أنا بدي أحاول أكون نافع إن شاء الله على كل حال خلينا نبشي قبل أن نبشي طيب لا خلينا نبشي أنا من أيام مراهقتي لأنه ممكن تكون في معلومات أخرى أنا من أيام مراهقتي كنت في عالم ثاني وبدأت العلاجات النفسية بعمر 17 وإلى عمر 43 طيب هذه علامة علامة المشكلات المبكرة معناها في مشكلات قد لا تحتاج فقط إلى دواء إنما نتكلم عن علاج غير دوائي وتحتاج إلى صحبة صالحة وتحتاج إلى يعني بين قوسين معالجة مشكلات الشخصية على كل حال تقول إنه علاجات من 17 إلى 43 سنة ولم أستفد منها شيء أبيض وأسود إلا فترة سنتين اللي كنت في أمريكا لأنها كانت مصاحبة للعلاج السلوكي تمام هذا يعني علامة جيدة إنه كان في استجابة للعلاج المعرفي السلوكي طيب استفدت منها إصلاح العلاقة بيني وبين والدي الحمد لله ولتي مرضت من 6 سنين ومعاها أنا بدأت أتغير بشكل بسيط ولكن بعد وفاة من 4 سنوات حياتي تغيرت أكثر يعني صرت أشوف الدنيا بشكل مختلف بشكل ما كنت أشوفه من قبل علاقتي مع ربنا دايما كانت للأسف معدومة بتحديد فترة من مراهقة كنت بعيدة كل البعد عن ربنا التذكر في الأول كانت علاقة مذبذبة وفي يوم قلت أنا ليش ألعب مع ربنا يوم أصلي وعشر لا وقررت البعد التام عن ربنا للأسف ربي يغفر لي وسامحني على كمية الجهل اللي كنت عاشي فيه وفضلت في الظلام والبؤس والمنكرات وكل شيء في خطوة الشيطان والشهوات القذرة خطوتها إلى أن تزوجت وأنا في عمر الثلاثين وقفت علاقات جنسية لكن زوجي تفكيره منفتح كما كنت أتوقع في ذاك الزمان استمرت على معاصي زي موضوع ترك الحجاب الشرب التدخين بس وقفت علاقات والتزمت بزوجي تمام فيه أنه كان في مشكلات علاقات مختلفة هذا أيضا يؤكد موضوع مشكلات الشخصية مشكلات السمات الشخصية يعني ولكن كنت أدخن وقطعت وطبعا فضلا عن موضوع التدخين لمواد الأخرى أيضا تؤكد الأمر لكن كنت أدخن وقطعت تدخين لمدة سنتين منها سناء اللي حملت فيها والثانية لما صارت عمر بنتي سنتين تقريبا في تلك الفترة صارت علينا مشاكل بسبب الديون اللي على زوجي وما كنت أعرف أنه عليه ديون والتزامات إلا لما الناس بدأوا يدقوا باب بيتنا ويطلبون كانت صدمة شديدة علي وحاولت أخروب حاولت الهروب بالتدخين استمرت على هذا الوضع بالهروب من أي مشكلة في حياتي بالتدخين والقلق اللي كان فيه برضو كنت أخذ مضادات اكتئاب والتدخين عشان أهدى إلى أن صار معي أزمة القلبية وعملت عملية القلب المفتوح وبدأ معي الرضا من الله بقضائه وقدره والغضب الشديد من كل من حولي طهيب كمان عندي صارت مشاعر من سنتين تقريبا بدأت أحس بحقد وأحيان أو أكره من الناس وأنا ما عمري كنت أحس أني أحقل أو أحسد أحسد دائما كنت راضي باللي عندي طيب قضية معقدة شائكة ليست شيئا سهلا إلا أقول هذا أنه يصعب علاجها أو يصعب معالجة المشكلات لكنها ليست ببساطة هذا السؤال تبع أنه هل هذا اكتئاب أو قلق أو ايدي أجدي لا 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 هذا لا لا هذا أكبر من هيك أكبر من هيك مش معناها يعني أصعب لكن أكبر أنه أشمل أوسع حين نتكلم عن صفات شخصية يبدو أنها من الصغر وبين قوسين أدت إلى مشكلات في التصرفات وخليني أتجاوز في الكلام وأكون شديد شوي في الأخلاق وهذا بطبيعة الحال يعني حياة مخدرات دخان علاقات مش مصبوطة علاقات غير مستقلة هذه لا تصلح النفس البشرية هذه تدمر النفس البشرية فيحصل منها أن تتراكم تتراكم هذه المصائب حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة مرحلة الكآبة الشديدة التي تأتي فيها الأفكار السودوية التي قد تأتي على شكل لوم الآخرين لوم النفس الحقد على الآخرين لوم ربنا حتى تأتي على أشكال مختلفة يعني الأفكار السودوية تأتي على أشكال مختلفة طيب إذا أردنا أن نتكلم عن العلاج هنا منحتاج أنه كما أن المشكلة واسعة هكذا وتشمل مناحي كثيرة جدا من الحياة فالعلاج يجب أن يكون بهذه الطريقة العلاج يجب أن يكون بهذه الطريقة 44 سنة نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وصحتك إن شاء الله وبالشفاء إن شاء الله لكن العمر ليس فيه بقية يعني شو 44 سنة 44 سنة يعني كم بدك تعيش كمان كمان 40 سنة بالكثير يعني إن شاء الله وضع صحي يتحسن وتقدر تلحق 40 سنة بس يعني الحياة ستنتهي وخلص ثم إلى جنة أبدا أو نار أبدا لكن المقصود الآن أنه أنه هذا ليس معناه أنه ما في أمل بالعكس معناه أنه ما زال أمامي طريق وما زلت أنا أستطيع أن أصلح والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب الجميع لكن الإنسان يسعى ويخطو للأمام فإذا خطى الإنسان للأمام يصبح هذا الماضي كله في خانة سبحان الله يعني وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه يجعل السيئات حسنات يبدل الله عز وجل السيئات وهي سيئات يجعلها حسنات أما إذا وقي الإنسان في حالة السخط بالعكس الموضوع يزداد ويتكاثر فإذا ما المطلوب؟ المطلوب أن الواحد يسعى حقيقة في معالجة أفكاره وعقائده بشكل أساسي على أساسها ستتم معالجة المشاعر ستتم معالجة المشاعر له شعور اتجاه نفسي شعور اتجاه الآخرين شعور اتجاه الله سبحانه وتعالى وهكذا وقد نحتاج أكيد سنحتاج ونحن نعالج الأفكار أن نعالج السلوكيات من الآن وإن كانت السلوكيات أصلا هي نتيجة الأفكار والمشاعر لكن أحيانا نبدأ بعلاجها لأنها وكانها إلزام للنفس طيب وهذا بيحتاج شو؟ بيحتاج أتابع أتابع حدا صراحة يعني أنا أشك يعني الأمل بالله كبير والاستعانة بالله أولا وآخرا هي الأساس لكن عشان أكون واقعي أربعة وعربين سنة في بيئة ليست بتلك البيئة البيئة الصحية بدون صحبة أصلا فضلا عن صحبة صالحة أنا أشك أنه يتم التحسن هكذا الإنسان يساعد نفسه بنفسه هل معناه أنه أبدا ما الواحد يحاول بينه بين نفسه؟ لا يحاول يحاول أكيد يحاول في مادة الدكتور عبد الرحمن ذاكر مادة تعتبر بداية رائعة جدا للواحد يبدأ فيها مادة مع نفسي مع نفسي وفعلا هي تعبر عن حقيقتها أنه الواحد يبدأ مع نفسه حقيقة رحلة تسكية جديدة رحلة علاج رحلة تطوير وتنمية للنفس طيب ومعالجا للنفس فمع نفسي كسلسلة نبدأ فيها جيدة بعد ذلك إذا أردنا أن أعالج مشكلات محددة أنا في سلسلة كانت علاج كذا بالفاتحة في علاج الكآبة بالفاتحة علاج التسويف والتهاون بالفاتحة ولأنه فيها عدة كلام عن موضوع مخادعات الشيطان لما يأتي يخدعنا بأنه آه عندنا معاصي وذنوب فخلص رحت علينا لا ما رحت علينا هذا كذاب الشيطان فهذه أمور تساعد لكن هذا ما يستطيع الإنسان أن يفعله بينه وبين نفسه طبعا زائد في ورقة في دي أف موجودة على قناة رحلة نفس على التلقرام بعنوان معرفة نعم الله عز وجل علي تفيد جدا في الخروج من الاكتئاب وأنا جربتها كثيرا يعني في حالات كثيرة لكن ما أريد أن أصل إليه أنه مع كل هذا قد نحتاج إلى متابعة مختص مختص أقصد معالج أو معالجة في حالتك ممكن تكون أنثى أفضل أو أكيد أفضل معالجة ويكون الأساس عندها شرعي يعني لا أحنا نحتاج أن نغوص على أسس المشكلات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيها الآن المشكلة أنه أنا الآن سأعاني في أن أنصح بأحد معين يعني لكن ما أعرفه أنا في السعودية هناك دكتور خالد الجابر دكتور خالد الجابر هو طبيب أسرة ولكنه معالج سلوكي ومن أهل الدين ورائع جدا لطيف جدا ما شاء الله عليه نحن في مركز مكاني في عمان في الأردن المفروض قائمين على فكرة فريق استشارات وسيتم الإعلان عنه إن شاء الله قريبا فسيكون فيه من ضمنه معالجين ومعالجات فمن الأخوات من يمكن أن يساعد في هذا لكن فكرة المتابعة طبعا إذا وجدت صحبة صالحة تغني عن هذا ما عندي مشكلة ممتاز لكن الواحد لا يترك نفسه في هذا الذي هو فيه هذه دوامة هذه متاهة يمكن الخروج منها يمكن الخروج منها أدري أن الإنسان في مثل هذه الحالات يشعر وكأنه في بير وكأنه في متاهة وكأنه في حال لا يمكن أن يخرج منها أدري هذه أعراض الاكتئاب الاكتئاب يجعل الإنسان يشعر بهذه الطريقة يفكر بهذه الطريقة لكن لكن الحمد لله لا في أساليب علاج في أشياء كثيرة يمكن فعلها قبل أن نفقد العمل وأؤكد أخيرا أن هذه الأعراض المتعلقة بكره الآخرين المشاعر السلبية طريقة التفكير السلبية والسوداوية هذه كلها من أعراض الكآبة تحصل يعني وتعالج بحسبها في أساليب العلاج المختلفة طيب خليني أأخذ إذا في أسئلة سريعة أخرى هذا مشروع فري هذا استشارة طيب اللي هي أنثى 22 سنة غير متزوجة سكانة دينمارك بالثانوية عدم القدرة على تنظيم الوقت بكل الوسائل الشعور بالحزن أغلب اليوم حتى لو مرت لحظات مضحكة خوف من المستقبل خسارة كل شيء مرة أخرى يأتي هذا الشعور قبل النوم وغالبا ما ينتهي ببكاء الصامت من متى منذ مجيئها على الدينمارك بالنسبة للتنظيم الوقت أجد صعوبة جدا بتحديد مدة للأعمال اليومية كالدراسة وغيرها وأنتهي بتراكم الدروس عليه قبل الامتحان فخلال السنة أشعر بأن الوقت طوي جدا ومبكر للامتحان فأماطل وأماطل لأنني لا أجد دافعا لذلك على الرغم من أنني أعلم ذلك وأندم كل يوم على المماطلة عندما يأتي الامتحان أدرس المنهج كاملا قبل أسبوع وأضع نفسي تحت توتر وضغط وألم جسدي شديد لكن ينتهي بعلامات جيدة لا أعرف لماذا فقط سيطر على الوقت لم أكن كذلك من قبل أما بالنسبة للشعور بالحزن أغلب اليوم فأنا غير راضي لا عن حياتي ولا عن حياة عائلتي الحمد لله حياة ما أبضل من قبل من ناحية الأمور المادية لكن أمور المعنوية والتفاهم من حدار لا أشعر بأن هناك أي تقدم في حياتي بالنسبة لغيري لا شيء جديد يحصل أشعر أن عمري يتقدم بسرعة من دون تغييراته من الموسى كل شيء يتقدم ببطء هذا إن حصل إلا عمري فعندما أقارن نفسي بغيري أجد نفسي إنسان فاشلة مملة الخوف من المستقبل وخسارة كل شيء مرة أخرى بسبب الحرب والتهجير والإضطرار إلى إعادة الدراسة في بلد جديد وبلغة جديدة أصبح الخوف يلازمني من حدوث شيء سيء مرة أخرى الدخول في هذه طيب الدخول في هذه الدوامة من جديد أشعر عندما أجلس لوحدي بأن كل هذه الحياة التي أعيشها وهمية خصوصا للحظات السعيدة القليلة التي تمر باليوم ينتابني شعور قاوض في القلب خوف شديد فجأة عندما أفكر بأن كل شيء يمكن أن ينهار مرة أخرى وفجأة هذا الخوف والشعور الداخلي من عدم الأمان والاستقرار يمنعني من الخوض بتجارب جديدة من بينها الزواج حيث تقدم عدة قاطبين لكن رفضت حتى زيارتهم وأتحدد بالدراسة خوفي من الزواج أيضا بسبب وجود نماذج سيئة حولي عن الزواجات أولهم والدي فثقتي معدومة تقريبا بالرجال بسبب خيانة أبي لأمي وأنا ساكثة أو حاول جاهدة بأن أحدث تغييرات لكنها تنتهي بالفشل هل أحتاج إلى حجز الاستشارة نفسية على السؤال الأخير هل أحتاج إلى حجز الاستشارة نفسية يعني مش غلط قد يفيد في موضوع التشخيص خاصة أنه في عنا أعراض اكتئاب وقد يكون عنا أعراض PTSD أعراض توتر ما بعد الصدمة وكذا أنا لا تظهر في الرسالة لكني أشك في وجودها فقد تحتاج مثل هذا فتحتاجين مراجعة أحد مختص لذلك طبعا المعدرة كل حد يسعر عن الاستشارات أقول نعم بس ما بعرف وين أروح فيه يعني مين يستشير المعدرة لا أدري بعد طيب لكن خليني أنا أعلق على المشكلات الرئيسية التي ذكرت والمواد التي يمكن أن تساعد في هذا بالنسبة لعدم القدرة على تنظيم الوقت بكل الوسائل أنا أشك أن هذا الموضوع أحله في تركوه من الكمال ولذلك في مادة على قناة اليوتيوب قناة رحلة نفس أقصد رحلة نفس اسم المادة هكذا أضع برامج وجداول كثيرة ولكن لا ألتزم بها فممكن البحث في قناة رحلة نفس أنه برامج وجداول كثيرة أو لا ألتزم بها أو شيء من هذا أضع برامج وجداول كثيرة ولكن لا ألتزم بها ففيها تزيلات صوتية فيها الخطوات العملية لمعالجة هذا الأمر طيب الآن الشعور بالحزن وهذا طبعا أصلا قد تؤثر فيه عراض الكآبة بطبيعة الحال فهذا يحصل في مادة صوتية أخرى مهمة جدا للشيخ أبو جعفر الخليفي يمكن البحث عنها أيضا في قناة رحلة نفس ويمكن البحث عنها للشيخ أبو جعفر الخليفي اسمه أبو جعفر الخليفي اسم المادة اكتئاب الأذكياء اكتئاب الأذكياء أعتقد ستكون شافية بشكل كبير جدا لكم اكتئاب الأذكياء أما الخوف من المستقبل وخسارت كل شيء مرة أخرى وهذه الأمور فصراحة قد يظهر هذا بتفصيل أكثر عند الاستشارة ولأنه الموضوع متعلق بعدة أفكار متعلق بعدة أحنا ما نسميها core beliefs في استحتاج أن ندخل داخل ندخل نفصل فيها ونعرف فيها بالتفصيل لكن من المواد المفيدة في هذا السياق أن الواحد يصير يعرف نفسه لكي يعرف أن يعالج هذه الأمور أولا بأول مادة مع نفسي للدكتور عبد الرحمن ذاكر ولشعور الضياع وفكرة أنه حاس أنه ما عندي أنا هدف أو كذا أيضا على قناة رحلة نفس أنا رتبت عدة مواد تحت عنوان مواد مهمة حول تسديد الهدف مواد مهمة حول تسديد الهدف تسديد الهدف هكذا فإذا بحثت على قناة رحلة نفس ستجديدين تسديد الهدف اللي هي مواد مهمة حول تسديد الهدف هيك كتبت منشور وبعده منشورات منها أولا تسجيل صوتي للدكتور عبد الرحمن ذاكر حول تسديد الهدف مهم جدا وعملي جدا للبدء بخطوات بهذا موضوع بعدها في مادة رائعة للدكتور أحمد عبد المنعم في إشكاليات اختيار الثغر اللي هي تعبر تماما عن مشكلة أنه أنا حاس حالي مش عارف شو بدي مش عارف شو مكاني في الحياة أنا حاس حالي ما إلي قيمة ليس لي معنى بس ماشي هيك لأن الناس ماشيين وأحيانا حاس حالي مش ماشي فمادة إشكالية اختيار الثغر مهمة جدا في هذا الموضوع وأعانكم الله لاستعانى بالله أولا وآخرا لأنه الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل لكن لكنه يسير على من يصرف الله وعليه إن شاء الله أنا بدي حاول أوصل الإجابات لرقم ستين فتحملوني شوي بس كيف نميز هذا سؤال هيك لحاله كيف نميز أن ما نمر به حزن شديد أم اكتئاب يحتاج زيارة الطبيب وهما الطريقة الأمثلة لمعاملة مريض الاكتئاب هذا شرحنا في مواد مختلفة اللي هو معاملة المريض أما الاكتئاب إحنا أي شيء نعتبره مشكل أو مرضي إذا كان معيق للحياة إذا كان معيق للحياة باختصار إذا وصل لعياقة حياتية صارت حياتي صعبة مشاكل اجتماعية مشاكل في الدراسة مشاكل في الحياة الزوجية صعوبة في القيام بوظائفي وواجباتي وهكذا أرجو من حضرتك أن تتحدث فيما بعد عن الطلاب ثناء القطب إذا أمكن مشاهدة حلقة تشعر في عن هذا الإطلاب لكن تتحدث بشكل تفصيلي نعم إن شاء الله هذا قادم لكن أنا مشغول حاليا في الطلابات الاكتئاب وقعد بنزل أول بأول على اليوتيوب مواد تفصيلية خاصة للمختصين حول الاكتئاب وهذه التسجيلات اللي فيها إجابات الأسئلة للعوام هناك سؤال اللي هو بيجي هذا رقم 59 عشان نخلص آخر سؤال في هذه الوجبة ما علاقة التدخين بعلاج الاكتئاب الذهاني الفصامي طيب باختصار الدخان يؤثر على في كثير من الأحيان يؤثر على الميتابوليزم من سمية تبع الأدوية فيؤثر على عمل الأدوية باختصار فبعض الأدوية أثرها يقل بسبب التدخين ويجعل مستوى الدواء في الدم يتذبذب بسبب التدخين خاصة مع تذبذب التدخين يعني كل ما دخنت أكثر بيصير تغير مختلف فعندئذ استقرار الدواء بيكون غير جيد وإن كان بعض الدراسات تشير إلى أنه الناس بيستخدموا التدخين مشان يعالجوا بعض المضعفات الجانبية لكن أحيانا بيكون علاج المضعفات الجانبية وأصلا التخلص من أثر الدواء فكأن ما منخذ الدواء يعني بس ننظر من الدواء فباختصار النصيحة العامة الشاملة الطبية سواء في الطب النفسي ولا في غيره أتركوا الدخان باختصار أتركوا الدخان فليب